موسيقى 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 السلام جايين نعلمكم درس خفيف جدا حق مشكلة تواجه الاغلب من الناس خصوصا اللي يصورون رو و يحتاجون الى يسلمون الكستمر الصور جي بي جي اذا هو كان بس مصور رو او ناسي انه يصور رو مع جي بي جي فتحدث هاد المشكلة عساسي يسلم الصور الى الكستمر وفي هالحالة ما يقدر الا يحول جميع الصور الى جي بي جي على اساس ان الرو صيغة الرو صيغة جدا ثقيلة على الجهاز ويحتاج الكستمر او الزبون الصور بصيغة عادية عساسي يفتحها في اي مكان وفي اي جهاز بسهولة. على هذا الاساس نتعلم شلون نحول هاد الان الصور اي ان تكون هادي خمس صور راح احولهم بطريقة سهلة جدا عندي فوتوشوب سيسي 2017 راح احولهم اسحبهم داخل الفوتوشوب راح يدخلني داخل قائمة الكاميرا رو اوكي 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 نروح نسوي ونضللهم بهادا الطريقة ونقول لي save image نقول لي save image تطلع لان هاد القائمة القائمة فيها عدة option ما نلمس اي شي طبعا نحولها الى جي بي جي الصور نحولها الى جي بي جي ونسيب نسوي save الى الصور في المكان اللي نبغى من خلال select folder select folder ونسوي مثلا داخل هاد الفولدر او نسوي folder ثاني نخلي داخل الصور خلنا نسيبهم مع الصور الاصلي يرو نقول لي select خلاص بيسيبهم داخل دا الفولدر فنقول لي save نشوفوا هني remaining 5 وبعدين 4 3 2 وبيتحول اخر شي الى وين وفي النهاية تقول لي done نلاحظ جي بي جي جي بي جي جي بي جي جي بي جي فحول لنا صور الرو السابقة الى صور جي بي جي هذه وتعطيها الكستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته